تراعي اسم النادي الاهلي اللي شايف ان مبارح النادي الاهلي لا يستحق درب الجزاء يقول لي يقول لي اسلام انت بتظلم الحكام او اتنين درب الجزاء خبراء التحكيم مش انا بلاش هنا النادي الاهلي خبراء التحكيم قالوا ان فيه النادي الاهلي له دربتين جزاء صحيحتين دربتين جزاء مية في المية صح ولم يكن هناك اي خطأ ضد البيرامدز بقى مع الاحترام للبيرامدز البيرامدز قدم مباراة جيدة ومع مدير فني رائع ويستحق الفوز مية في المية انا اهو انا بقول كمان اكتر من اللي المفروض اقوله ولكن يا دي مش ضرب الجزاء يا جماعة هاللي حضراتكم شايفينها دي مش ضرب الجزاء وقدام الحكم الخامس اللي كان هو الحكم الخامس في مباراة الانتاج اللي مسك وليد اذر ونزل به بحاجة جن حاجة جن وبيني وبينكم بقى ايه لازمة الحكم الخامس الحكم الخامس اهدار للمال العام في مصر الحكم الخامس اهدار للمال العام في مصر بالمنظر ده للاهلي والغير الاهلي بس انا ماليش علاقة انا بتكلم عن نادي الاهلي الكرة قدام الحكم الخامس ومش عايز يحسب كابتن جهات جريشا بعيد لكن تب ما تقوله يا اخي المساواة في الظلم عادل دي مهمتك بالمناسبة حضرتك مش موجود لاي حاجة مش موجود عشان تتصور لكن حضرتك موجود عشان الحاجات اللي جواه منطقة الجزاء هو الحكم الخامس هنا بيعمل يا جماعة لا افتح الشاشة افتح الشاشة افتح الشاشة انا عايز اعرف هو الحكم الخامس هنا بيعمل ايه اهو 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 والله مش بجد ده واقف وشايف ويعني هات الصورة اللي فاتت هات الصورة بقى اطلع من الفيديو هات الصورة يا جماعة مش كده يا جماعة انا لا اعلق الهزيب انبالي على التحكيم مرة مليونة هون ولكن انا عايز حقنا حق النادي الاهلي فين يا دي مش ضرب الجزاء يا دي مش ضرب الجزاء ده لو واحد مش عارف اقولها ازاي ولكن اعتقد ان هناك خطأ كبير جدا جدا من حكم المباراة كابتن جهاد جليشة اتحمل مسئولية كاملة ومعاها الحكم الخامس اللي في هذا الاتجاه اشتركوا في القناة